وفي مقابلة مع مجموعة الصين للإعلام قال نبي موسى السيلة مستشار الرئيس الغني المخلوع إن الأعمال والأنشطة تجري كالمعتاد بشكل نعم يمكننا القول إن غينيا لتزار السلمية في معظم المناطق بما في ذلك العاصمة كوناكري يمكننا أن نرى أن ناس يخرجون ويقومون بعمالهم التجارية بشغل طبيعي تم عدد تشغيل كافة الأنشطة المشاكل بين الحكومة وبعض القوات العسكرية لا تتسبب في حالة من الدور لكن الكثير من المعلومات لا تزار غير دقيقة ولا توجد آريات قائمة حتى الآن لكن مقارنة مع العام الماضي لم يحدث تدهر في الوضع الأمني بين الحكومة أو المواطنين